الضريبية المتهم بريء حتى ولو ثبتت إدانته هذه القاعدة المقلوبة أصبحت واقعية في العراق بعد رفع الحج عن الأملاك التي تعود لصاحب قضية سرقة القرن نور زهير جاسم وزوجته والتي تبلغ أكثر من 40 عقارا في عدد من المناطق دائرة الضرائب بوزارة المالية وجهت برفع إشارة الحج عن أملاك نور زهير وزوجته رغم تورطه بسرقة أكثر من مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية وعلى هذا الأساس أصبح حر التصرف فيها بينما جريمته المالية ذهبت أدراج رياح وهم مكافحة الفساد التي أطلقها السوداني هذا التطور الخطير الذي يعزز غياب المسائلة مرتبط بمستجدات عن قضية سرقة القرن كشاف عنها وزير المالية السابق علي علاوي عندما اتهم مسؤولين رفعي المستوى بالتورط في سرقة أموال الضرائب علاوي أشار إلى أن الجنات نظموا خمسة شركات حديثة الإنشاء أو مهملة لغرض الحصول على الأمانات الضريبية بالتزامن مع إصدار هيئة الضرائب أكثر من 247 سكا منفصلا لمعاملات استرداد الوضائع الضريبية بشكل غير قانوني لهذه الشركات مصرف الرافدين عمد إلى صرف السكوك لصالح الشركات المزيفة بعد تلقيه تأكيدات عن صحة صدور هذه السكوك من مدير عام هيئة الضرائب وتم صرف المبلغ نقدا الأمر الذي يثير تساؤلات حول غياب المراقبة المالية وكذلك قيام أطراف النافذة بالتغطية على عملية السارقة ورغم تعهد نور زهير بإعادة المبلغ إلا أن ذلك لم يتم بشكل كامل أي أن الإجراءات الحكومية شملت جزءا من القضية بينما بقي جزءها الآخر مطويا لاعتبارات تتعلق بتورط شخصيات النافذة من الأحزاب التي شكلت حكومة السوداني هذه القضية تعيد إلى الأذهان عشرات القضايا المتعلقة بسرقة المال العام وتهريبه خارج العراق وكلما أتى رئيس حكومة جديد يتعهد بإعادتها لكن بدلا من إعادتها تحدث في عهده سرقات جديدة